تعهد بالاستقالة لكنه غير كافٍ وإصرار على البقاء داخل مقرّي الرئيس ورئيس الوزراء حتى الرحيل سريلانكا تعيش مأزقاً سياسياً وأمنياً الثالث عشر من يوليو موعد تعهد به رئيس البرلمان لرحيل الرئيس جوتابيا راجباكسا لكن لحين ذلك ترفض الحركات الاحتجاجية لانتظار على الرغم من عودة الهدوء إلى شوارع كولومبو إلا أن المحتجين ظلوا طوال اليوم في القصر الرئاسي الذي تعرض للنهب نقص حد في العملات الأجنبية أدى إلى توقف واردات المواد الأساسية مثل الوقود والغذاء والأدوية إلى جانب اتهمات بالفساد تجاه الرئيس راجباكسا وإخوته ممن تولوا مناصب رفيعة في البلاد أنا مسرور وأنا أرى كيف حصلنا على الحرية وتجاوزنا هذه الرئاسة الصلبة التي تحكم البلاد كان ينبغي أن يتنح الرئيس ورئيس الوزراء منذ فترة طويلة كنا منقسمين إلى ثلاث أمم مختلفة من التامين والهندوس إلى السنهاليين والبوذيين والمسلمين الآن نجتمع جميعا كعائلة واحدة معدل التضخم في سريلانكا بلغ ما يزيد على 54% وتحذيرات من البنك المركزي بارتفاع جديد قد يصل إلى 70% خلال الأشهر المقبلة أما صندوق النقد الدولي فيراقب الوضع عن كثب أكان قبل الاحتجاجات يعمل على خطة إنقاذ يبدو أنها بدورها تحتاج لخطة إنقاذ عدم الاستقرار والغموض السياسي دفع خبراء دستوريين إلى ترجيح تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد بالوكالة في حال استقالة الرئيس تجنبا للفراغ الدستوري على أن يعقبها مبدئيا تصويت النواب على رئيس جديد في غضون 30 يوما لإكمال ولاية راجباكسا بانتظار هذا السيناريو تسير البلاد وسط فوضى سياسية وأمنية قد يكون مشهد اقتحام القصر واستيطانه بداية شرارة اضطرابات كبيرة في هذه الجزيرة التي كانت ملاذا ووجهة سياحية علي السمان العربية